تعالوا نفكر مع بعض في إحدى كلنا مصر عملنا إيه من 2014 لحد دلوقتي يعني إيه اللي جارة في مصر إيه شكل التغيير اللي حصل في مصر أنا من الناس اللي مؤمنة جدا بنظرية أنه طول ما انت جوه الشيء أنت ما بتحسش بيه يعني ابنك بيكبر وبيطول قدامك وأنت ما انتاش حاسس الناس اللي ما بتبقاش شايفاه خاله وعمه وصحبك اللي ما شافوش بقاله سنة سنتين فيقوله إيه ده انت ملك طولت وعرضيت كده ده انت كبرت أنا أظن أن هي الحكاية عاملة بالزبط بالنسبة لنا كده إن إحنا مش قادرين نلاحظ ومش هقولك مش عاوزين إحنا بس مش واخدين بالنا على ما يبدو يعني على سبيل المثال قولي أنهي دولة مش بس في العالم قصدي مش بس في المنطقة بل وفي العالم خلال تسع سنين بنت 24 مدينة كل مدينة بحجم دولة صغيرة دون أي مبالغة دون أي مبالغة يعني إذا كانت مثلا العالمين أو إذا كانت مثلا العاصمة دي بحجم دول بلاش في التسع سنين عشان بس تبقى أنت فهم إيه اللي بيجرى في التسع سنين أنت اشتغلت على فعلا قائم على الأرض تقريبا ما يقترب من حوالي أربعة مليون فدان أكتر من ثلاثة مليون فدان منهم أراضي جديدة والباقي أراضي أعدت إصلاحها واستصلحها وإعادتها إلى حيويتها الإنتاجية مرة تانية أنت عارف يعني أربعة مليون فدان هو في دول مساحتها مش أربعة مليون فدان مثلا يعني خلال التسع سنين أنت عملت مشروع ضخم كبير عظيم للطاقة وفي نفس الوقت بتعمل مشروع تاني زي مشروع مفاعلات أو مجمع مفاعلات الضبع المفاعلات النهوية لإنتاج الطاقة والأبحاث في دول في العالم كله أغنى منك بكتير ما عندهاش مفاعل تجريبي حتى مثلا خلال التسع سنين أنت لازم تبقى أخذ بالك من الحاجات خلال التسع سنين دول أنت تعدادك كان كام وبقى كام يعني أظن خلال التسع سنين دول زدنا تقريبا تقريبا أكتر من خمستاشر ستاشر مليون ناسمة يعني تقريبا تعداد ستاشر دولة صغيرة وفي بعض الأحوال ممكن يبقوا تعداد اتنين وتلاتين دولة صغيرة لما تيجي تقعد تفكر تقول طب يعني أنا مثلا تقولنا جماعة الاقتصاد بتاعنا حجمك بأيوة طب معدل النمو زاد مظبوط وفي نفس الوقت أنا تعداد يعمال بيزيد وبيزيد زيادات تخض ما شاء الله مش دي القصة وبالتالي انت لازم تبص بالمنظور ده حجم اللي تعمل في مصر هو بقى زراعة هو صناعة هو مشروعات متعلقة بمعالجة المية وتحليل المية هو طاقة هو قناة السويس مجمعات صناعية مدارس وجامعات عدد الجامعات بتاعك في تسع سنين أصبح الدبل وعدد الاعتراف أو أحجام الاعترافات أو نسب الاعتراف الدولي بالجامعات المصرية قبل التسع سنين كان هما جمعتين اللي معترف بيهم دوليا في مصر أو اللي هما مصنفين في جهات التصنيف الخمسة اللي أكبر في العالم النهار ده بقيت تقريبا تلاتين جامعة مصنفة دوليا مش هقولك معترف بيها معترف بكل جامعتنا بالمناسبة يعني لكن بقولك التصنيفات الدولية الخمسة الكبرى يعني أصبحت أكتر تقريباً 30 جامعة مصنفة دولية كل حاجة عندك في مصر فعلاً بقت أكتر من الدبل بكتير بما فيها مساحة العمران نفسه السبعة في المية بقت 14 في المية خليني أكلمك أكتر برضو على مطروح مع العمدة عمران الأناشي أحد مشايخ مطروح زاخاشي حمران أولاً أهلاً وسهلاً بيك وأنا أسمحي بك بإذن أن أحييك وأحيي البرنامج الرائد اللي سيحن نمدين لكل نبض الجماهير ويسابع الأحداث فدي أنا تحية وأكبر في أول كلام الله يكرمك العفو ده على رأسنا ربنا يخليك يا رب الله يخليك زي ما إحنا بقى ترموموتر للتفاعل مع الفضائيات ونعرف نيز مدى إداء القنوات الفضائية وتزاوه منك مع فأنا بحيي حقرت كله كفريق عمل يعني الله يحفظك يا رب يا شيخ عمران طمنا على مطروح وعلى الشغل وعلى التنمية وطمنا على أهل مطروح مطروح حالياً على قدم وساق يعني أنا بوصفك بواسطة تفسيلي مطروح حالياً يعني بتقف على أطرافها طريحة استعدادات بتضرع على أعلى مستوى تمهيداً أو توطيئة إن استفقال في خامة رئيس في بقرة إن شاء الله مطروح النهاردة بترتدي حلة وعروس جديدة يعني في مطروح تتزين شوالحها وأعلامها والصور في خامة الرئيس طبعاً لدى عشقة بناء مطروح في خامة الرئيس لأن السيادة الرئيس عاش فترة طويلة في المطاية الغربية وهذا الخدمة العسكرية بيادة الرئيس عندما نظر إلى الحدوث الغربية كان يدرك تماماً أميد بقعة نائية عن مصر كان لازم يحصل فيها تطوير كان لازم يحصل فيها تنمية كان لازم رسالة لكل الحدود المغاورة لنا والتأخبى لنا إن فيه أمن وفيه أمن في مصر ودي رسالة كبيرة ستيني لأن الرسالة دي جواها حاجات كتير قوي إحنا دولة لنا ثقة الاستراتيجية في المنطقة لنا بعد قوم وأمن قومي عشان تعمل مشروعاتك في أقصى الغرب في أقصى مضوع حدود لأ ده موضوع اللازم ينفع عنده طويلة صح فإحنا نارضة يعني حدث بيرسق صدورنا كلنا فرحانين كلنا بناشهد مولد جديد المطروح زي ما ساعتك بتستني إخبار المطروحين مطروح باتتولد من جديد ما شاء الله خلينا نقول هذا المصطلح مطروح باتتولد من جديد بعد فترة طويلة من اللقصة أو التهميش على مدار عصور فاتت لكن النهاردة مطروح كانت مخبأة عشان الكنز في داخل مطروح نهاردة بقى ده إيسا عارف يا شيخ عمران أنا رحت مطروح مرة واحدة في حياتي أظن كان سنة 2001 أو 2002 وكت بتساءل من ساعتها أنه إحنا إزاي نسيب الحتة دي كده لأنه ما شاء الله جنة من جنات ربنا موجودة جوى الحدود المصرية وبصراحة وادونا مجاملة والله أنتو طيبين في المطلق طيبين أوي يعني أوي 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 يعني وأخلاق الدنيا أنت بتقول النظر دي لما سيتني لما سيتني كان مثلي أنت بتروح في سنة 2000 مطروح كانت يعني عبارة عن درة عايزة حد يلمح فجانا فعلا جانا الفارق المغوار في الحمد الرئيس بعينه المحناكة وبعين الخبرة وبالنظر الساقبة قدر فعلا يصلت الأضواء طوال مدينة العالمين الجديدة رأس الأكمل الجديدة مشروع تقنوية في الضابعة اللي هو فعلا النهاردة نحن دخلنا الناس نوية بتوليد الطاقة النوية مكلال الاتخدام الكثير من الطاقة النوية صحيح مشروع ميناء درغوب اللي النهاردة بدأنا نصدر بدأنا نصدر من خلال هذا الميناء لأوروبا اللي هو المحي الساخري صح أقول لفعالتك فيه دكة جديدة اللي يضنوه بالضابعة مليون ونصف متاع لا 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 يتكلم معلش لغة الأرطامية اللي بتحدث الله ينور نحن لما نتكلم بلغة اللغة الضادة واللغة العربية بنيدي كلام منمك لكن في الآخر زائد واحد زائد واحد اثنين الله ينور نحن النهاردة أنا 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 منصدر شخصي أنا بقول هذه المشروعات لأبنائنا وأحفادنا صح أبنائنا وأحفادنا صح حينانوا من رغض العيش في الفترة الجاية اللي احنا بنتممناه أنا وحضرتك وغير وغير بيتمنى ولدنا دايما ولدنا وأحفادنا والأجيال الجاية هم اللي هيستمتعوا بكل ده وأنا بحقي برضو أبنائنا مطروح من خلال أكثر اللي باع البرنامج أبنائنا مطروح طواعياتنا نسلموا كل الأراضي اللي تحتمنهم بالدولة لإنجاز هذه المشروعات القاومية العملاقة ونستيطي أقول لحضرتك في القطار القرباء التاريخ النهاردة برضو في بصادد إنشاء والشغالين في توسيحة الطريق المؤدي من القائرة المطروح لا ده بحاجات كتير المدالة كافة أننا أقولها لكن إحنا النهاردة عافين أن في نظرة ثاقبة مصلطة أو زي ما بسموه ثبوت على المطروح مطروح النهاردة في ودان في خامة الرئيس مطروح النهاردة إن ساعتك لما تيجي المطروح تحسي مطروح ضاير كتير مساعدة الجيسة ألفين لا مطروح فتحك ألفين دلوقتي لا مطروح ألفين ثلاثة عشرين لا ده حاجة تانية حاجة تانية وإحنا فاخرين وإحنا وإحنا أخلي بالك إحنا طبعا كمواطن عادي بيشعر بهذه الإنجازات بيشعر أنا كده لازم أجيلك مطروح ونتمشى سوا نقعد لنا يومين ثلاثة نقعد نتمشى واللف ونصور والله ما بهز ده أنا اللي تشرف ما تقولش كده نصور ونتكلم ونتغدى برضو ونتعشى يعني كل الحاجات كل الوجبات أنا كل ربنا يا خبير حضرتك النهاردة يعني بتسلط الدوق على محافظة أنا بقول ده حققك علينا ده ده كان لازم يجرى من أربعين خمسين ستين سنة كمان ده حققك علينا شيخ عمران بص لو أنا جاي لك جاي لك ده شرف لنا والله لأنا اللي تشرف هنتقبلك هنتقبلك على باب المدينة بالورود لأنك انت بتقول فيه حاجة ما مطروح هنا بتوشير بصابعة أو بالمنازمة بسموها إن فيه حاجة هما مطروح 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 تاريخيا لعصر الحرب العالمية التانية طبعا طبعا تاريخ طويل ومهم أنا بشكرك يا شيخ عمران نورتني وشرفتني وأسعدتني وجملتنا كمان بكلامك الرائع والجميل الله يخليك عليني بشكرك يا شيخ عمران تعيش ربنا يخليك يا رب الشيخ عمران النقاشي أحد كبار مشايخ وعمد مطروح طيب خلينا نقوم معنا أيضا على تلفون المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمرافق باء مرسى مطروح أهلا أهلا يا بش مهندس أهلا يا فندم إزاك يا بش مهندس إبراهيم عامل إيه إزايا حدث إحكيلي كده بتلخيص وتركيز على ما تم عمله ويتم عمله في مطروح يا فندم أولا المطروح دي درة من درر الكون يكتشف مطروح على فكرة يكتشفش طرق التنمية المتوازية كلها مطروح في العشور الرومانية كتيها سلط الغبال في أهدي الحق مطروح لما سيادت الرئيس يأكد على المشروعات الزراعية في الدنسة الجديدة على موحور الضبعة يبقوا بجل دا برضو نظرته مش سحر خالص طبعا نتكلم على لبك الأرقام نتكلم على 996 مشروع في آخر 3 سنوات فقط نتكلفة في حدود 14 مليار جنيه فمتخيل تيادتك قطاع مياه الشرب والصرف الصحة 119 مشروع 7 مليار جنيه قطاع الكهرباء بحدود مليار جنيه 28 مشروع الرص والطرق الإسكان الصحة التعليم تخيل تيادتك مش ناسي حتى التطوير الحضاري يعني اللمسة بتاعة التنسيق الحضاري بالسيوة شكو مش تسيح يعني بتتكلم على منظومة متكاملة في في هذه الحقبة الطيبة لأهل مصر احنا بنقول إن الخير قادر إن شاء الله وقول لي ستك على حاجتين انا حضرت حاجة مرة انا جدت مناطق او مزلت يعني في مشروع الطاقة النوية انا حضرت موقف لما كانت تيادت وزير الدفاع ما يطلعش غير يعني اللفظ ده ما يطلعش غير من القائد محنج صحة تخيل حضرتك احنا رحيين لجلة توسيطية من أهالي الدمع أهالينا يخصنا بالدمع في حدود 12 قيادة شعبية وكنت أنا والسكتر العام والسيد المحافظ وروحنا حضرنا مؤتمر في أهالي الدفاع استغرط في حدود مثلا 6 ساعات تخيل كنت معنا بص اللفظ بقى اللي قابل بيكلم من اللي هو عبدالله بيقول لها السبت اللي هو انت سألت أهل مطروح جايزة عربات مريحة ولا لا اثنين ما تسيبهمش من غير ما يتغذر تخيل حضرتك حاجة قد تكون لمسة بسيطة جدا لكن يعني كانت مؤثرة في أن هذا المشروع تركيبة إنسانية مهمة جدا وزكاء إنسانية وزكاء اجتماعية عما بين التركيبة والخلفية والتربية زي ما بيتقال وفي نفس الوقت الذكاء الإنسانية وذكاء الاجتماعي في التعامل مع الناس فاصل ونكمل الكلام ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة والصانوية العامة كله طبعاً دلوقتي مشغول ب اما بين تنسيق المرحلة الاولى واللي بدأوا يشتغلوا على مرحلة تانية بتاعتهم عشان يكتبوا الرغبات وما الا ذلك والكل مشغول بالولاد هتخشوا كليات ايه والجامعات وعاوزين يعرفوا تفاصيل والكليات فيها ايه وما الا ذلك يجي المجلس الاعلى للجامعات ويطلق احدث دليل للبرامج الجديدة في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023-2024 نفهم اكتر معه زميلنا الصحفي محمد صبحي مسؤول ملف التعليم والجامعات باليوم السابع ازاك محمد اهلا وسهلا بحضرتك ومسهلا الخير عليك وعلى قولي بقى ايه اخبار الملف الجديد ده او يعني تحديدا هذا الدليل الجديد هل فيه اختلاف عن الدليل بتاع السنة اللي فاتت هل تم اضافة كليات او برامج جديدة للجامعات بالفعل زي ما حدثتك نكارت احنا انطلقت مرحلة الاولى للتنسيق وانتهى توزيع الطلاب المرحلة الاولى وبدأ تنسي المرحلة التانية اليوم السلساء وفي هذا اليوم وهذا الصدد حرص المجلس العالم للجامعات على اطلاق دليل جديد لطلاب السنة العامة والشهادات المعادلة العربية والاجنبية يدوم جميع البرامج التخصصية والبرامج البينية الجديدة المستحدثة على مستوى السبع وعشرين جامعة حكومية على مستوى المحافظات وده طبعا بيأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر والتي اطلقها الدكتور ايمان عشر وزير التعليم العالي في شهر مارس الماضي بالفعل هناك حزمة جديدة من البرامج التي تضمن الطلاب والخذجين الحصول على وظاقة المستقبل عند انشاء وتدشين هذه البرامج في الجامعات الحكومية وعلى مستوى الكليات كان هناك نظرة الى وظاقة المستقبل واحتياجات المستقبل خلال الفترة المقبلة خاصة في زل التطور الكبير اللي بتشهده الوظائف على المستوى الاقليمي والمستوى المحلي والمستوى الدولي وهناك تغير في مفهوم بعض الوظائف واحتياج لوظائف جديدة في زل مثلا الثورة الصناعية الرابعة وفي زل انتشار علوم البيانات وعلوم الحاسب والثكاء الاصطناعي واصبح يسيطر على كتير من المناحي الحياة يعني طب محمد من وقع خبرتك وتخصصك في ملف التعليم بتشوف ايه ابرز البرامج اللي كانت لفتة لنظرك وفي الحقيقة هناك مجموعة من البرامج على موجودة على مستوى جميع الجامعات الحكومية هنقول على سبيل المثال هناك برامج في تخصص الذكاء الاصطناعي عندنا تسع اقسام للذكاء الاصطناعي في الكليات بجانب 14 كلية يعني عندنا 14 كلية على مستوى الجامعات الحكومية للذكاء الاصطناعي اضافة الى تسع اقسام منبسقة من كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات الحكومية خاصة في زل زي ما ذكرت لحضراتك ايه وظافة المستقبل واحتاجها الى الزكاء الاصطناعي ايضا هذه البرامج تم مراعاة انها تخدم اهداف التنمية المستدامة ورؤية نصر 20-30 على سبيل المثال عندنا اطلاق برامج للغاية سواء في كليات الهداف جامعة القاهرة عندنا برامج في مجال الهدسة برامج جديدة متخصصة عندنا برامج في كليات الطب عندنا برامج في كليات الدراسات التربوية الاولية اذا هناك حزمة كبيرة جدا من البرامج المختلفة على مستوى الكليات الجامعية منها مثلا على سبيل المثال برنامج الاعداد معلمي تكنولوجيا التعليم والتعليم الرقمي هذا البرنامج برنامج مستحدث فيه كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة ايضا لدينا برنامج تحت اسم التكنولوجيا الحيوية وده بيتيح للطلاب وظائف عمل في شركات الاغذية المراكز البحثية المركز القومي البحوش مركز بحوث البترول ايضا شركات الادوية اهم ما يميز بها النقطة اللي احادي بأذكرها في دليل المجلس اللي على الجامعات لبرامج الكليات في الجامعات الحكومية هو ان لا يقتصر فقط على ذكر اسم البرنامج او عدد الساعات المعتمدة ونظام الساعات المعتمدة لبرنامج ولكن ايضا بيتيح للطلاب فرص العمل المتاحة لهم يعني بيتيح في الدليل الفرص العمل المتاحة امام الطلاب بعد التخرج يعني كل برنامج بيتيح لك فرص عمل واحد اتنين تلاتة اربعة وايضا ما يميز هذا الدليل ايضا انه يتيح تلك البرامج المتخصصة والبرامج البيمية بتتيح للطلاب التحويل اليها حتى وان لم يكن ترشيحه في التنسيق الى جامعات القاهرة على سبيل المثال بمعنى ان طالما ان الطالب حصل على الحد الادنى لقطاع قليات الطب على سبيل المثال وتم ترشيحه على مثلا نقدر ننفي كلية بجامعة اقليمية يستطيع ان يحول الى البرامج الخاصة في جامعة القاهرة او جامعة عين شمس او جامعة حلوان هنا في القاهرة بشكل عام يعني طب حلو جدا ولا ده خبر برضو جيد جدا يريح ناس كتير انا مشكورك جدا زميلي الصحفي الاساس محمد صبحي مسؤول ملف التعليم والجامعات باليوم السابع تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام يا مكتر المناقشات وامتعها والله ومن امتع المناقشات عندما يعني تتناقش مع كاتب صحفي مهم وكبير ورئيس تحرير الجريدة ايضا هامة وعضوا في مجلس الشيوخ وعضوا مجلس امناء الحوار الوطني استاذ عماد الدين حسين منورنا اهل بيك عامل ايه كل تمام الحمد والله احنا بيرح شوفنا البيان اللي قاله سوز دياء رشوان منسقا عاما عن الحوار بخصوص التوصيات اللي بتتم عامل الصياغات النهائية بتاعتها وترفع لمجلس الامناء ليعني الاعتماد النهائي ثم رفعها للرئيس ده هيتم بكرة ان شاء الله مش كده ان شاء الله كم لجنة خلصت لحد دلوقتي 13 من 19 كل اللي فاضل 6 لجان اه يعني في 19 لجنة 113 موضوع فيهم 13 لجنة خلصت قاعد 6 لجان مخلصوش في بعض اللجان انا اظن قضايا حسمت وقضايا قيد المناقشة لكن البيانة اللي طلع مبارح من الاستاذ دياء ومجلس امناه انه هو 13 لجنة من 19 ده انجاز كبير جدا لانه كمان مفصل في بعض الحاجات قايل انه بعضها شبه محسوم يعني شبه محسوم يعني في قضية الوصاية على المال العام بتاع الاطفال القصر محسومة ما فيش نقاش فيها خلاص الناس توفقت على شكل معين كل الحاضرين اظن العنف الاسري انه يبقى فيه قانون يجرم العنف الاسري ده برضه فيه اتفاق عليه وده انا اظن ممكن يبقى مع القانون الاسري قانون تدول المعلومات حرية تدول المعلومات انا اظن فيه توافق قانون مكافحة التمييز فيه توافق المفوضية المفوضية دي كلها نمازج من الحاجات اللي حسمت ومفيش خلاف حواليها لانه في قضية الدين العام رغم ان هي لم تطرح في القضايا اللي قال عليها ضيارة شوان لكن انا من خلال متابعة اللجنة كان هناك اجماع على ضرورة الحد من الاستدانة وعمل سأف او انه يبقى للشديد الاوي ففيه توجه عام لكن ازاي تقدر تصيغه في تفاصيل في نقاط محددة ترفع على سيد الرئيس فيه قضايا ما زالت قيد المناقشة لان هي بطبيعتها جدلي طبعا قضايا زي قوانين الانتخاب على سبيل المسأل الانتخابات المحلية اظن فيه توافق خمسة وسبعين خمسة وعشرين فدي برضو فيه توافق بالنسبة لها يلقى البرلمان البرلمان لسه البرلمان فيه التلت اراء الطبيعيين اللي هو فيه كل مرة وده اتجاه واضح في النقبة السياسية المصرية طوال الوقت او في الاحزام والقوى السياسية الناس عايزها بالانتخابات اللي عدت انه فيه خمسين في المية مثلا مخلقة خمسين في المية فرضي القوى الحزبية معظمها عايزة نسبي يقولك ولا انا عايزها نسبي القوى الاخرى تقولك طب لا انا عندي مانع دستوري بيقول انه التمييز الايجابي الى الفئات اللي هي الدستور ميزة ايجابيا المرأة والاخباط والفلاحين والعمال والشباب والقوى الاخرى دي لو انا عملتها بالفرض هتبقى مشكلة وفي النسبي البعض يقول ممكن اعملها دستوري ما هو هنا الخلاف الفقهي انه المغلقة قد تضمن لك انك انت القيمة اللي هتنجح خلاص انت جايب فيها حاطت في القيمة نفسها الخمسة وعشرين في المية دون في النسبة بيقول هناك طريقة ما انا مش خبير فيها اقدر احطها حد تاني يقولك اه ممكن تحطها بس الناخب المصري ما بيحبش التحقيدات في العملية الانتخابية ممكن يدخل اللجنة لو فيه لغارتمات في العملية الانتخابية قد طلع اصوات بطلة تبقى اصوات بطلة كثير جدا وبالتالي انت بتوائم بين المطالب السياسية المختلفة وطبيعة الناخب المصري وطبيعة الظرف السياسي هل ممكن تعمل مثلا نسبة قوائم مغلقة بحجم القوائم الفئات المميزة فقط بمعنى ان انا محتاج 25% من الاعضاء مجلس النواب اللي هما ميزهم الدستور طب خلاص انا هقول والله ممكن احد الاختراحات اللي سمعتها اثناء المنقشة دي هعمل القايمة مغلقة فقط ب25% ماشي وبالتالي بقى ضمنت ان القايمة اللي هتنجح دي فيها 25% من الانفاءات المميزة لكن دي انا اظن انه ظني مش معلوماتي انه هيبقى فيها اختراحات التلاتة مثلا والامر سيكون متروك لي السيد الرئيس هل هل اللي جان في التوصيات التي سترفع ونقاشات مجلس الامناء غدا هتقدر توصل لحل خلاق يرضي جميع ارضاء جميع الاطراف صعبا الغاية في حاجات كتير لانه انت هنا بتكلم على اه تمايزات وتباينات ورؤى سياسية مختلفة الناس اللي هي بتتكلم على تقوية الحياة السياسية يقولك والله الانتخابات النسبية هي الافضل لانها بتدي قوة للاحزاب على حساب المرشح الفرد المرشح الفرد لانه كما تعلم التربة السياسية في مصر هشة جدا البطل فيها من زمان جدا هو القبيلة والعيلة والاسم والشخص من ايام الباشا مرورا بابن العيلة الافكار الحزبية نتيجة ظروف كتيرة يطول شرحها انت اعلم من بيها الناس ما بتروحش البرنامج الا قليلا يعني ناس بروحها الاسم والدليل انه يعني انا سمحت رقم من ضيارة شوان خلال النقاشات في مجلس الامناء انه في دولة فيها مية واربعة او مية وخمسة مليون شخص عدد المنضمين للأحزاب اقل من مليون مليون تقريبا دي مشكلة كبيرة خدت بالك ان انت وكمان حتى النقطة التانية هل اللي بيروح ينضم للأحزاب هو بينضم ليها ايمانا ببرنامجها ولا سعيا ولا مصلحة فيه ناس شايفة ان انضام الحزب قد يسهل لها انه يقعد غنيمة يتعين يتوظف ياخد اي شيء احنا هنا بتكلم على الحياة السياسية الحقية الوعي السياسي الناضج الذي يجعل المواطن يدخل الحزب لانهم مقتنح بافكار ويدفع اشتراك للحزب مش ياخد فلوس يعني الكادر الحزبي مفروض بيدفع ما بيخدش ياخد مكاسب اذا الحزب وصل للسلطة هو ممكن يعني احد مرشحي الحزب احد مرشحي الحزب في المحليات في السكومة في البرلمان في الشركات في حاجات زي كده ده المنطق لكن في ناس كتير القاعدة الاساسية للأحزاب هي مواطنين مقتنعين بفكرة حزبه بيرحي صوت له وبيحضر ندواته وافكاره حاجات زي كده ده ضعيف في مصر لا اقول منعدم لكن على الاقل ضعيف من مصلحتنا على المدى البعيد ان احنا نطور ده ونشجع ده لانه الحياة العزبية السياسية الحقية هي افضل حائط صد ضد الافكار الظلامية ومتطرفها واستغلال رأس المال واستغلال التائرات الدينية للحياة السياسية اللي بيدخلك بالافكار الدينية وتجارة الدين وحاجات زي كده فده جزء صغير هنا فيما يتعلق بالجدل حول اي الانظمة السياسية افضل مش بس افضل ومناسبة في وقت المعين لان انت فيه وقت ممكن تكون الحياة السياسية تمام والاوضاع اكثر استقراره وما فيش مشاكل اقتصادية فتقول والله انا عندي النظام النسبي لكن في لحظة تانية انا بقول لك مش رأي الشخص انا بقول لك كيف يمكن التفكير في ده طيب بعد تاني يقول لك لا فيه اوقات العذابات لو فيه ازمة اقتصادية طيمنة لو سبتها للفرد فقط اللي ينجح اصحاب رأس المال بس الراجل الاكثر قدرة على الانفاق والمال السياسي لدعاية الانتخابية ومالها هينجح صاحب الرأي الحقيق والمواطن المرشح للحقيقة الجيد الخبير بتاعه قد لا يعرفه الناس وقد لا يذهبون للتشويتين فبالتالي انت بتبع بين مجموعة من المحددات الكتيرة مش بس ان هي ده احسن وده اوحش لان احيانا ده احسن في الوقت ده وده اوحش نفسه يبقى ممكن اسوأ في وقت اخر طب انا امكن افكر مع حدك بصوت عالي انا وشخصكم الكريم في مرحلة من المراحل بالتأكيد نحسب ولا نشرف على مربع المعارضة المصرية وفي وقت اخر ويسار وما الى ذلك وفي وقت اخر قد يكون حاليا احنا محسوبين على الموالاة وبرضو ده انا ما بظنش ان فيه اي مشكلة في اي وقع سياسي في الدنيا يعني المحافظين موالاة احيانا ومعارضة احيانا ده الحزب على بعضه لكن بالتجربة بتقول ان القائمة النسبية في تاريخنا السياسي والانتخابي ما قدتش لتواجد واسع وقوي داخل البرلمان ولا مر ما هو للامرة برضو عشان تبقى تبقى الامور موضعية لما انت تتكلم عن المستوى النظري القائمة النسبية ممتازة لان القائمة النسبية هي اللي بتخلي كع الحزب اقوى في مواجهة الفرد ان هي بتدي الاولوية للبرنامج ومش للشخص مضبوط الناس بتروح تنتخب قائمة قائمة حزبية مش شخص فرد موجودة في دول كتيرة لاستقرر تنظيمتها السياسية يعني طبعا في دول زي بريطانيا فيها نظام الفردي الاساس طبعا ده الاساس اه في دول تانية فيها النسبية اللي هي بتدي بس احيانا النسبية مثلا النموذج الاسرائيلي ما هو لازم تاني عشان حتى لا يبدو ان انا برج واحدة على واحدة ان احنا مهم دراسة التجارب في اطار مختلف حاجات النموذج الاسرائيل عنده العتبة الانتخابية كانت في فترة معينة 5% من لا يتجاوز الـ 5% يشطب او يحل بقوة القانون او يندمج في احزاب اخرى بس مثلا احد النتائج في النظام الاسرائيلي ان هي عملت مأساة كبيرة جدا لخلت القوة الاحزاب الصغيرة تصعد ويبقى اللي كود والعمل اللي كانوا في وقت من الاوقات هم الاثنين بيتقسموا الحياة السياسية الاسرائيلية لحد سنة يمكن اواء للتمانينات طبعا حزب العمل حكم اسرائيل منذ زرع هذا الكيان الاستيطاني من 48 لحد ما صعد مناحن بيجن في 77 ثم عاد العمل مرة اخرى مع شمون بريز ورابين قبل ان يجي نتنياهو سنة 96 وكان قوي جدا كان بيقعد ظن 40 مقعد من 120 دلوقت اللي كود نزل للأظم أقل من العشرين في حين ان صعدت أحزاب صغيرة أحزاب الأقلية أحزاب الأقلية هي التي تأتي يعني جزء من المشكلة السياسية في اسرائيل دلوقت هي أن الذي يقود اسرائيل مش اللي كود ولا نتنياهو هو اعتمار بن غفير والسوليونية المتصهينة ومعرفش السوليونية القومية والشاس وكل القوى السياسية المتطرفة اللي هي بتقوله أنا معي ثلاث مقاعد احنا شفنا أنه الذي ردح الحكومة حكومة يسار الوسط قبل نتنياهو لبيد كانت يعني ما يمكن إطلاق عليهم الأخوار مسلمين في اسرائيل ماشي لأنه كان اللي هي الكتلة العربية جزء من الكتلة العربية فالحياة السياسية في اسرائيل هذا النموذج خلى الأولوية النوحة لأنه أصوات بتبع 59-61 فلو واحد غير رأيه بيسقط الحقوق سقط الحقوق فهنا في حد تاني يقولك لا والله لو أنا عملت ده يبقى هدي القوة هدي أكبر تمثيل حقيقي للشعب وبالتالي يبقى فيه اتلافات وفيه هل ده بيشل الحياة السياسية ولا بيقويها هنا وجهة النظر حسب قوتك حسب استعدادك حسب الظروف اللي انت فيه هل عندك مشكلة اقصادية ولا لا هل عندك تهديدات خطيرة خارجية ولا لا طب لو عملت النموذج ده هل ممكن يجيب رجال أعمال مثلا هل ممكن يجيب بتوع تجار الدين لابد أن تنظر للمسألة في إطار أوسع مش فقط إن أنا أقول ده أحسن وده أوحش ماشي إحنا شوفنا بعض الناس في انتخابات قبل الماضية كان فيها جزء أساسي المال السياسي من يستطيع أن ينفق هو اللي كان بيفوز طيب هل انت ده جيد هل تقدر تعالجه ازاي كل دي أسئلة وانت بتختار النموذج السياسي لازم تكون في ذهنك بحيث أن انت يكون عندك الهدف كيف أصل إلى أفضل طريق في ظل المحطيات اللي موجودة لأنه الكلام النظري وحده لا مش مش ينفع طيب يمكن هنا هبدأ أنتقل على مسألة هل يوجد تخوف لدى ده بنواقع مناقشاتكم مع طيارات المعارضة المختلفة أو طيار المدني اللي موجودة في الحوار الوطني هل هم عندهم تخوفات من مسألة نسج تحالفات على قوائم انتخابية في الانتخابات البرلمانية اللي جاية في 26 مع حتى أحزاب المولاء إلى أن ينفض السامر وتنتهي الانتخابات وتعلن النتائج كان مجرد تحالف انتخابي وليس تحالف سياسي تحت القبة هل لديهم هذه التخوفات ولو عندهم هي عندهم ليه ما هو التحالف السياسي مش موجود هو تحالف لأجل الانتخابات على قائمة مغلقة بصد ما هو تاني يعني في مصر الحركة المدنية هي يفترض العنوان العريض للمعارضة المصرية المعارضة المدنية قد تتفق أو المعارضة المدنية الحركة المدنية قد تتفق في بعض الأراء السياسية وهذا حقها طبيعي طبيعي بس في الحركة المدنية فيها فيها الحزب الكرامة والتحالف الشعبي وهم يسار وفيها وفيها عندك قوى لبرالية جدا صحيح طيب قوى لبرالية فيما يتعلق بالجوهر المشكلة في مصر فيها جزء سيسميش جوهر بس الاختصاد طيب ساعة ما يجوا دول يتكلم في اقتصاد الاثنين على طرفين نقيم دي نقطة مهمة صحيح البعض يقول لا والله خلينا اتفق على البرنامج السياسي البرنامج السياسي بعد كده ننفض كل واحد يذهب إلى حال سبيله خدت بالك وبالتالي الحركة المدنية قد تتفق في توجهات سياسية لكنها لا تتفق في توجهات اقتصادية واجتماعية فهل التحالف يكون هو تحالف انتخابي فقط وبعد كده كله يروح لحال سبيله لأنه بالحركة المدنية يبقى فيها انقسابات بس انقسامات على أساس اقتصاد في حد شايف الحل يبقى عندك لبرالية كاملة يبقى عندك الأولوية القطاع الخاص فقط وحد تاني في اليسار بيقولك لا الدولة لابد أن يكون لها دور لأن فيه أزمة اقتصادية وفيه نسبة فقرة فوق تلاتين في المية أو تسعة وعشرين ومصفة في المية فبالتالي من المهم أن تكون الدولة موجود ده هو يعني يوحد وهذا في السياسة طبيعي بالمناسبة طبعا المهم أنه يبقى فيه وضوح رؤية لأنه أحيانا أحد المشاكل الحقية في الحياة السياسية المصرية وفي الحياة السياسية العربية إلى حد المال أنه فيه مثالية شديدة جدا مثالية في كل المجالات أنه أنت ترى أنه ده أفضل حاجة وأسوأ حاجة السياسة هي المنطقة اللي في النص أنت يعني الغرب عنده أنه بيفكر ليه إحنا بنتهى من قول كلمة النفعية وكأنها كلمة عيبة النفعية هي أنك أنت مش أن أنت بالمفهوم الشعبوي المصري لا النفعية أنك أنت بتشوف مصلحتك فين دلوقت فبتقدر توصل لحل وسط تاخد فيه سبعة من عشرة واحد تاخد ثلاثة فكرة أنك تاخد العشرة من عشرة مش موجودة في الحالة يعني ده مش موجود في الدنيا كلها هل ده تيجي تقول آه لا ده استغلاء ده تنازل لا يا سيدي السياسة أنك أنت بتاخد حاجة النهاردة وبتبنى عليها وهكذا فيش حاجة بتبنى ما بين يعني طرفة عيني وانتباهاتك ده اللي بعمله ربنا لكن في الحياة سياسية عموما لا مش موجود ده طيب من من القوانين بتاعة الانتخابات أو شكل الانتخابات المفروض يمشي ازاي وخصوصا في الانتخابات البرلمانية ايه تاني لم يتم الاتفاق عليه بشكل كامل ونائي يعني على ما يبدو أنه زي ما الأحساس ضياء هو أغلب اللجان بأغلب التوصيات متفق عليه لا في قضية طبعا زي الحبس الاحتياطي قانون لبراية الجنائية فيه هل لزال هناك خلاف على النظرة إلى تعديل قوانين متعلقة بالحبس الاحتياطي لسه يعني لا هنا طبعا لم يحسم لأنه ممكن يبقى محتاج جلسة أو اتنين تاني عشان توصل لتوافقات قضية المسجونين أظن لسه وده على عهدة أحمد راغب الراجل مصرح للشروق بكرة أي للكرم ده قضية فيه بعض الحاجات الاقتصادية قضية الديون زي مولتر حضرتك لسه لكن هو فيه نقطة تانية مهمة جدا اللي هي فيه مسألة الواقعية هو أنت فيه قضايا أنت مش هتحلها ما هو إحنا نقطة جوهرية الناس بتنسيه لما عدنا نناقش هو إحنا إيه القضايا اللي هنحطها تب موضوعات للنقاش في الحوار الوطن كان فيه وجهة نظر أنك تحط كل القضايا وفيه بعض الزملاء في المجلس المحترمين قال لك نحط المرأة في حد تاني قال يا أخوان إحنا دي مش قضايا إحنا مش جايين نناقش قضايا فقوية نحط المرأة والشباب إحنا جايين نناقش قضايا وده كان منهج ضيارة شوان هو ثبت أنه صحيح القضايا التي يمكن أن يكون فيها حلول قابلة للتنفيذ صح حتى قضية التعليم قضية التعليم هل أنت طرحها هي أو الصحة بمنطق أن أنت هتحلها بكرة يعني هتطلع توصية تحل بها مشكلة يعني أنا أعسف أن أقول ده قد يبدو مش يحصل لأن مرة تانية السيد الرئيس عن فتح السيسي قال أكثر من مرة واسمحته بودني أنه عشان تعمل تعليم صح محتاج أظن رقم 10 تلاف دولار طبعا لكل شخص وحتى يومها قال وحتى لو افترضنا أنه 10 تلاف جنيه لـ 22 مليون أو 23 مليون طالب مش موجود الرقم هتعمل إيه يعني هو أسهل شيء أنك تقول عايز أحل مشكلة التعليم كلنا عايزين نحل مشكلة التعليم بس إزاي تحلها إذا أنا مش قادر أحلها كاملة ممكن أقول والله هدفي هو الوضع للمسألة على الطريق الصحيح إيه هي المسارات الصحيحة التي تقول والله أن أنا هبدأ مسار هيقودني بعد فترة إلى أن أنا هقف على أول الطريق الصحيح ماشي ونفس الوضع فيما تعلق به الصناعة والزراع وحاجات كثيرة جدا القضية السكانية ممكن تعمل إجراءات بس الجزء الأساسي فيه هو ثقافة ناس ثقافة ناس دبا محتاجة آه فيها إجراءات قد تجبر الناس على أنها تغير التجاهة بس إزاي تقدر تغير الثقافة الراسخة لدى البعض بأنه الخلفة عزوة وأنه كذا وكذا هو يقول لك الصين كذا لا الصين قعدت سنوات طويلة جدا اسمها سياسة الطفل الواحد الناس اتعودت الثقافة بقيت أنه ما يجيبش ناطق لما الصين سمحت بالطفلين وحتى تغادت عن الثالث مش قادرة تقنع الناس أنه يرجعوا يخلفوا اتنين لأنه خلاص تعود على دي بيه ثقافة عكسية صح العكسة فيه أوروبا أوروبا عندها مشكلة مفيش ثقافة الخلفة الكتيرة فبالتالي بيدوروا على ناس تيجي تشتغل عندهم ولذلك يعني ناس كتيرة جدا يقول لك السيدة ميركل الأم المثالية للمهاجرين على عينه رأس السيدة عظيمة وعملت حاجات كتيرة جدا بس هو ما كانش عشان أم المثالية هي بتبحث عن المستقبل الاقتصادي الألمانية بالضبط عمالة في سن عايزة بتدخل المهندس السوري أو الهندي اللي في سن الشباب ما بتدخلش الرجل اللي عنده تمانين سنة سوري ولا طفل صغير هي عايزة عمال أو موظفين ينقذوا الاقتصاد الألمانية يخش ودوء وهكذا فالدبالة فأحيانا إحنا بنقول نص الكلام أو نص الحق خلا نضيف الجملة الآخرة عشان تبصورة بينا فإنت عندك قوة شبابية حقيقية والعدد كبير جدا في سن الشباب النهاردة أظن نطلع حاجة حصية بتقول إن إحنا طفل كل 15 ثانية فإزاي تقدر توظفه صح فيه نقطة جوهرية في المثالة دي لأنه محدش بيقعد بيقعد منه ليس عايب أنك أنت تتخلف براحتك على فكرة اعمل إحنا النسبة بتاعت النسبة السكانية عندنا 2.4 من 10 في المية يعني كل سنة بيضاف لك حوال 2.5 مليون مواطن بس بيقول لك شرط أن يكون نسبة النمو الاقتصادي 3 أضعاف نسبة النمو السكان بمعنى لو أنت نسبة النمو السكان 2.5 فلازم تكون نسبة 7.5 7.5 إلى 8 ودائما مش مرة 7.5 و 8 و مرة 3 تبقى مستمرة ده اللي بيخلي أي موالية جدد سوريا ياسم أي ناس بتتخرج من الجامعة بيدخلوا سوق العمل هيلاقي فرصة عمل لأنه فيه نمو اقتصادي فبالتالي ما عنديش مشكلة لكن نسبة نمو اقتصادي ضعيفة جدا ونسبة نمو سكاني كتيرة آه طبعا كل إنسان بيتولد برزو وحاجات كتير بس في السياسة خاصة دي أنت ما بتبنيش بالمنطق ده أنت بتبني أنا عملت إيه إيه هي فرص العمل اللي الناس أظن أنت محتاج ما بين 800 إلى 800 ألف إلى مليون فرصة عمل في السنة هل عندك ده في ظل أن الحكومة فيها قرار تقريبا أن أنت ما بتعينش حد تاني أنه عنده فائض من العمال تكدس في العمال لأن جينا في فترة بعد يناير الناس كتيرة حصل تواطئ سياسي عشان تمتص غضب الناس كنت بتعين بال عشرات الألاف في كل المجالات خدت بالك فبتدفع تامنه دلوقت أن أنت في قطاعات كتيرة جدا لا يوجد عندك تجديد في مؤسساتها بتواجه مشكلة حقيقية ومنها بالمناسبة الصحافة القومية وربما التلفزيون المصر لم يعد لديك قدر أنك تعين أجيال جديدة تضخ دم جديد لأن أنت عينت ناس بتوسح شديد جدا أكتر من حاجة العمل صح إزاي تعمل دي قضايا حقيقية مش يعني مش هتتحل بين يوم وليلة ومش هتروح تقول للناس روحهم في المناقشات اللي هتدور غدا إن شاء الله ما بين مجلس الأمنة علشان يتم رفع التوصيات دي لفخامة الرئيس هيحكمها وعذرني حتى على التعبير الفلسفي هيحكمها الصوابية المطلقة ولا هتحكمها النفعية بمنطق هنا ما بين قصين التطبيق هو هنا هحاول ألاقي تعبير بدل النفعية هيحكمها الكومبروميز التسويات بمعنى أنه هاجف في حاجة يعني السياسة دايما أنت هتغضيه وانا هتغضيه حتفقنا أن النفعية في السياسة والاقتصاد حاجة كويسة بالضبط النفعية منطقنا هنا لو أنا لو في قوة سياسية حقيقية بتمثل المجتمع كله فبالتالي وهي تتفاوض متفاوض على أسس مش نفع على أسس مصلحية فالمصلحة بتاعتك والمصلحة بتاعتك مفترض يكونه في النهاية مصلحة المجتمع وبالتالي هنا التسوية يعني أنا أظن لو حصل توافق بمعنى أن هاجي أنا أقول والله القوة السياسية دي هتتنازل قليلا في هذا القضية مقابل أن هتأخذ حاجة تانية في القضية التانية أو يبقى مقتنعين أنه هذا هو الحل الأنسب الآن للحياة للظروف اللي موجودة هرجح تاني وأكرر ده لأنه في بداية الحوار الوطني في الاجتماعات الأولى الأسبوع الأول من يوليو 22 أنا أقول لحضرتك وأنا فكر كويس جدا كان في حالة من عدم التشكك من التشكك والتربص ومحدش كل واحد داخل يعني سنين سنين لأنه ما كانش فيه سياسة قبل كده بس بعد شوية بدأت الناس لما عادوا الناس تتحاور وتتناقش بعد الزعاء والصريخ وكل ده بدأ يبقى فيه فهم عام للظروف الفهم العام ده بيقودك أنك تبقى راشد سياسية فبالتالي ما تطرحش تيجي تقول أنا عايز أبني ألف مدرسة بكر كويس وأنا بقول عايز أبني ألف مدرسة هقول والله الفلوس دي هجيبها منين أو ألف مستشفى وده حق طبيعي وعايزينه فورا بكر أنت أنا يعني المهم جدا أن الناس ويا بتتكلم يبقى البيانات كاملة قدامها ده بيريحك لما بتجي تقول يعني زي رب الميت بالظبط كل حد في الأسرة عايز كل حاجة بس الأب موجود معاه حجم محدد من الفلوس صحيح ممكن أجيب الواحد بس أو ممكن أجيب ربع حاجة لكل واحد حسب الظروف اللي موجود خدت بالك وبالتالي لما الأسرة تعرف الواقع الحقيقي للمرتب الأب والظروف وحاجات كترة جدا هيبتدوا يبواقعيين فتبتدي تحل الأمور حل صحيح خدت بالك وبعد كده بعد من حل حال صحيح نتفع على قواعدنا نمي هذا الدخل الأب يشتغل شغلة تانية الواد في الأجهزة الصيفية يشتغل نقلل النفقات لو هي فيه نفقات أقدر أقللها خدت واحد كسر طب آخر حاجة آخر حاجة قبل ما ما نخدم هل نحتاج من واقع أو إذا حصل بالفعل ده مناقشات داخل الحوار الوطني إلى خلق لو صحة تعبير كده إيه الحكومة تتصالح مع الاستثمار والاستثمار يتصالح مع الحكومة آه برضو تعبير زالت مع وقات الاستثمار أنا بسمعه من سنة من سنة ستة بتدأت تقريبا بدأت شو أدر الدرائد يعني ده هنا الدولة على مستوى الدولة والحكومة بيقولوا كلام زي الفل وتمام جدا وحصل فيه قرارات حقيقية مهمة في الفترة الأخيرة بس فيه جزء تاني متعلق برضو بالثقافة الراسخة وجزء من الإعلام المصري لفترة طويلة جدا كان ينظر إلى كل رجل أعمال باحتباره حرامي إلى أن يزمط العكس علشان فيه تاريخ سيء وانا واحد من النزول وانا اشتغلت في كل الجرائد المصرية تقريبا من سنة ستة وثمانية وكان جزء من السقافة العامة في اليسار والمسلسلات والدراما هو الرجل اللي مسك السجارة اللي بي فيه من ناس كده بس فيه ناس كتيرة شرفها بيشتغل صح بس أنت وقر في ذهن ناس كتيرة الموظف البتاع السقافة العامة أنه لا دول حربي فده بيعمل مشكلة كبيرة جدا وجزء فساد محليات وجزء حاجات كتيرة خلى فيه حالة أنه أحيانا ييجي موظف صغير يوقف الدولي بالدنيا كلها فأنت محتاج يعني بجانب الحاجات المهمة اللي عملتها الحكومة والقرارات بتاعة وثقة ملكية الدولة وحاجات كتيرة للأمانة أنك أنت تبدأ أنها استقتنع أنه مساعدة المستثمرين الجدين ده مصلحة ليه؟ لأن أنا بما أن الدولة مش هتقدر تدخل صانع وزارع وهي المنتج وهتتعمل بالنسبة كبيرة أن هي المنظم فلابد أن أنا هنا أدرك أنه لما أنا بساعد المستثمر أو رجل العمال أنه يبني مصنع يوظف فيه خمسة ده نقدله مكافأة وأنا ليه بعمل حاجة ما أدعم الصادرات الناس كتيريولك ليه أنا بدعم مش كفاء لأنه لما بيصدر بيجيب لي عملة صعبة وبيوفر لي عملة صعبة كنت هتفحها بيوفر لفرص عمل وبيوفر للأساس فرصة عمل مش يعني تكافر وكرمة مشروع عظيم بس أنا مصلحة أن على رأي حد يعني الدكتور عمين سعيدة ظن دايما يقول اللفظ ده أنا مش من مصلحة أن أنا أدير الفقر أنك تد تخلي الرجل اللي يشتغل ويعقول خمسة أفضل من أنت تعقوله يعني تقول والله اللي هيطلع من تعمل هنا بقى دور الحكومة بأمان مجموعة من السياسات اللي هي تدخل إيه العظمة بتاعة تجربة الصين أن أنت تدخل عدد كبير جدا من الطبقة الفقيرة أو اللي تحت خط الفقر إلى الطبقة الوسطى بتدمجهم بيصعد بيرتخي طبقية ويبقى فيه حراق طبقي مش تحجر طبقي وتحجر ده لفظة أنا سمعتم من الدكتور علي الدين هلال مهم جدا يبقى فيه كل ما أنت بتاخد ناس من تحت الفوق كل ما بتوسع الطبقة الوسطى كل ما يبقى فيه استخرار أكتر لأن الطبقة الوسطى هي زي ما يقوله دايما رمانة الميزان في المجتمع ده بيجي بإيه هنا السياسات الحكومية اللي هي بتخترحها الحكومة بتشجع بها القطاع الخاص بتشجع بها كل منتج ويبقى عندي قوانين رادعة وهي موجودة أي حد يفسد أو يسر أو يحتكر أفرمه بالقانون عشان ما حدش يقول لي بالقانون ويبقى عبرة لمن لا يعتبر أستاذ عماد نورتني وشرفتني كما جرت العادة يا بغتي أني أنا معرف أشوفك في البرنامج عشان مش عارف أشوفك برة أشكرا فألف ألف ألف شكر اللي كاتبنا الصحف الكبير أستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني هنروح لفاصل ونرجع بعض الفاصل يمكن مش هيبقى في الحوار الوطني لكن تحديدا على إزاي أقدر أخلق تمكين اقتصادي وده جزء من أواخر الكلام اللي تكلمنا فيه مع الأستاذ عماد تمكين اقتصادي يعني إحنا نخلي الناس تعرف تشتغل وتكسب ويحصل الترقي الطبقي اللي قال عليه أستاذ عماد عايزين نشتغل على أو نفهم إزاي هيحصل التعزيز للحرف التراثية والمنتجات اليدوية يكون موجود معنا بعض الفاصل الدكتور محمد مندوح رئيس مجلس أماناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس القامة حول إنسان استنونا لو سمحتون طيب تعالوا بقى نشوف مجلس الشباب المصري بيعمل إيه مجلس الشباب المصري يطلق مشروع لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية إحنا معنا داخل الستوديو الدكتور محمد مندوح رئيس مجلس أماناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القامة حول إنسان زكا دكتور عامل إيه كله تمام طيب تعالوا بقى إيه نخدها واحدة واحدة معاك إيه هو المشروع ده هتعمله إيه من البداية كده خلينا نرجع لأول إحنا ليه شو نعلم المشروع ده وفكرنا فيه دلوقتي أول حاجة من ليس له تاريخ ليس له حاضر وليس له مستقبل حلو الحرف التراثية موجودة في مصر من آلاف السنين ومصر كانت طول عمرها متميزة جدا بهذه المنتجات لحد الغزو العثماني للدولة المصرية ولما السلطان سليم خد أبرز الموجودين السلطان سليم التاني خد أبرز الحرفيين والصناعة المهرة خدهم معاه عشان خاطر يبنوا المكان اللي العالم كله بيروحوا دلوقتي ودي كانت أول نقطة في انحدار مستوى الاهتمام بالحرف التراثية على مرر التاريخ مصر شطر قوي 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 في ملف المنتجات اليدوية البسيطة من حيث الدقة في الصناعة وجودة المنتج وتمييزه حلو فكرة الهوية الموجودة طب دلوقتي هل بنتكلم على هوية بس لو ما نتكلمش على هوية بني كان عقصاد نتكلم على كيف يمكن أن يسهم الاهتمام بالمنتجات اليدوية والحرف التراثية بتعزيز الحقوق الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية عندنا مصر النهاردة فيها اقطاعات كبيرة موجودة لو نتكلم عن المحافظات الحدودية ليها النهاردة وحدها بنتكلم عن المحافظات الصعيد الكليم اللي موجودة النهاردة سواء في إخميم بنتكلم على كفر الشيخ متميزة في نقطة معينة لو بنتكلم على صناعة الحلو اللي موجودة في تجمع النوبة تحت لو بنتكلم على صناعة الفضة اللي موجودة عندنا هنا في الجمالية عندنا فيه نقاط موجودة تتميز في مجموع معينة من الحرف للأسف عدم الاهتمام وعدم التركيز على طيفة الصناع مصر بقت تخسر صناعاتها تحولنا من الاهتمام والاستثمار في العنصر البشري الخاص بهذا المنتج أنا آسف للتحول نحيط هنقول سؤال التوكتوك أو النهاردة غيرها من هنقول الأشغال التي ليس لها مستقبل وأيضا تساهم في اندثار الهوية المصري فالصداعي اللي بجد سابه الشغل هذا مش بس كمان في الحرفة التراثية لكن كمان لو خلينا نتكلم في طايفة المعمار كمان وفقات كبيرة النهاردة للأسف سابت الجزء ده وراحت نحية حاجة تانية هي ملاش عمر فكرة الجاري ورا التريند للأسف هي دي النهاردة مش أحسن حاجة في الدنيا فكرة التريند اللي بيودينا في داهيا البلد النهاردة تعالوا جماعة نشوف إيه المشروع ونبدأ نرجع كده في التسلسل السنترالات بتكسف فكلنا نجيب تليفونات ونقف الدياب 50 قرش عدينا مرحلة السنترالات تعالى ندخل في البلاي ستيشن عدينا المرحلة دي في النهاردة كافية عدينا الكافيات كل شوية نطلع بتريند لكن هنكمل فيه إزاي؟ ما أعتقدش إن احنا ممكن نكمل لو ما عندناش رؤية طب ما أنا أنا أول حاجة أقولها والله يبقى المسؤول عن ده إنه زمان الدولة عمليا ما كانت شي بتهتم بهادي الحرف على الحلق ما بتهتمش بالنوع ده من الفنون عظيم إنها مش مجرد صناعة عادية دي صناعة أيمة على الفن حلو حلو قوي الكلام ده جي رئيس الجمهورية يوم الخميس أو الأربعاء الماضي عقد اجتماع مع الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجه بضرورة العمل وتوحيد الجهود على ملف تعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية باعتباره أحد نقاط القوة ومكان من القوة الموجودة في الاقتصاد المصري حيث أن الاهتمام بهذه الفئة سيسهم فيه تعزيز مستوى الحياة الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية ونقلهم من خانة انتظار الإعانة أو الدعم الشهري لفئة المساهمة في التنمية الاقتصادية أيضا سيساهم فيه إرساء مفاهيم الثقافة والهوية الوطنية لدى هذه الفئة فده نقطة مهمة جدا وتبدأ كمان أنك تتحرك في هذا الإطار وتطلع بره كمان فكرة الأسواق الدولية وأنه يكون أحد مصادر الدخل القومي ليس فقط النهاردة لهذه الفئات ولكن أيضا للدولة المصرية على فكرة احنا بضعتنا حلوة أبر بضعتنا كمان لما تطلع المعارض سعرها حلو على فكرة أنت ممكن تقدر تكسب من انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية لأنك لما أي نهاردة حد بيعمل كومبير بره ممكن يشتري السلعة دي بكام هيلاقي أن أنت كسبان سعر خامة جودة تاريخ وليس بني سعر مقابل جودة أنا تسبان طبعا المعارض التراثية اللي بنتفرج عليها وعلى فكرة مصر برضو هنستغل فكرة التريند لأننا برضو احنا ممكن تكسب من كل حاجة موجودة البزارات اللي بدأت تنتشر دلوقتي في مجموعة من التجمعات وفئات كتيرة بدأت تهتم النهاردة مجموعة سيدات حتى من مش ما هنقول القاطنين في أماكن تراثية أو أماكن من الفئات الأولى بالرعاية أيضا سيدات المجتمع الراقي سكان الكمبوندات على فكرة بدأوا يشتغلوا على هذا الموضوع لأن السيدة من دول بدأت أنها تعالوا نعمل بازار ويبدأ النهاردة ناخد نادي أو ناخد مكان النهاردة وبنقير ونعمل الجودة ونأجر طريب الزوات ونبدأ نشتغل طبعا الدنيا هي متهيئة الموضوع جميل طبعا تيجي نستغل لحاجة أكثر منصات التواصل الاجتماعي إزاي نقدر نروج لهذه الفئة كان عندنا مشروع زيما كان موجود أكيد الكل فاكر وفكرة الأسر المنتجة مشروع دا كان مشروع مهم جدا والوزارة كانت بتشتعلها والحكومة المصرية كانت كيف يمكن الاستثمار في المجموعة من الأسر أنها تنتج منتجات بسيطة زي المكرمية والكروشي وكان عندنا معارض موجودة في المحافظات ولكن زي أي حاجة في البلد التوجه الحكومي والبيروقراطية هذه الأماكن اندثرت ليه لأنها مفيش تطوير أي حاجة مفيش تطوير بتفضل زي ما هي ترمال كريف مش طالع فوق هينزل لتاعد تعلمنا في التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي توحيد الجهود إحنا بقينا إزاي تحالف لما اتجمعنا ال34 كيان اللي موجودين تحت المظلة كل واحد فينا عنده لوجو وعنده خبرة وعنده مؤسسة وعنده فلوس وعنده مكامن قوة بس إحنا لوحدنا لما نتجمع مع بعض هنعمل حاجة ميجا بروجيكت كبير وده اللي احنا تعلمنا جوه أن انت إزاي بتوحيد الجهود هتقدر تعزز من مراكز القوة بتاعتك وتقدر كمان بقاعدة البيانات الموجودة عند المؤسسات المختلفة توصل للفئات التي تستحق بجد أنك سواء أن تقدم لها دعم أو تستثمر فيها وده اللي هنشان علينا أنا أساسيناك بقى دكتور هطلع على الفاصل هرجع بعد الفاصل هتقول لي ولو شكل التفاصيل العامة والآلية ميكانيكية العمل كل الكلام بالله هنقل نعاك اطلع على الفاصل وده اللي عمي تدخلونا نجدد الترحيب بضفنا العزيز الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أماناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الواطن العامل أهل التنماني ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لهو الإنسان وكنا بنقول بقى احكي لي الحدوتة بتاعة المشروع اللي بتعمله لتعزيز الحرفة التراثية واليدوية قتل لي أنا هقول لك كل حاجة حلو احنا وصلنا دلوقتي نحن محتاج انك تبدأ تشتغل وتبدأ تعزز من اعادة الاستفادة من توحيد توحيد الجهود التجربة اللي تمت فيه التحالف الوطني نوسع شوية رئيس الجمهورية قال توحيد جهود مكلفش بس وزارة التضامن قال لك التنمية المحلية لتيسير الاستفادة من القوة والخبرة الموجودة لدى السيدات في المحافظات المختلفة سادة المصرية اعتقد في الجمهورية الجديدة اغضح ارزياد في اهتمام القادة السياسية بشكل واضح فيه تركيز كبير على تعويض ما فاتها من تناسي او تجاهل على مدار سنوات فاصبح ليه دور ودايما انت بتشتغل معاها لان هي الفئة المؤثرة في الأسرة المصرية فلما انت تبدأ انك تستسمر فيها وتبدأ انها تشارك وتكون عنصر اساسي في ملف التمكين الاقتصادي حال البيت كله هينصلح فحال المجتمع هينصلح ستة هي وزير ملية البيت وعندنا الستات المصريات اللي موجودين كمان في اقصى الصعيد هم بالفعل هم صناع القرار الحقيقي حدش يقدر ينسى نموذك فاطمة علبة اللي كان موجود في الوقت حدش يقدر ينسى نمازك كتير موجودة اذا كان الراجل اللي باين قصاد الناس بره هو موجود وهو عمود البيت ستة جوه هي اللي بتربي وهي اللي بتعده وبتأهله وبرضه هي اللي بتمشي الدنيا خلينا نقول انحنا نهاردة ممكن نعمل ايه في المشروع ده عندنا احنا مش هنشتغلها مركزي احنا نشتغل بنظام اللي مركزي مجالس ادارات موجودة في كل محافظة تتكون من مجموعة من اصحاب الخبرات من رواد ورائدات اعمال جمعيات المستثمرين اصحاب الخبرة في ملف التحول الرقمي واستخدام تقنيات الزكاء الاصطناعي للتطوير من ملف الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بما يتناسب مع هزر عصر ايضا مجموعة من التنفيذيين وصناع القرار هيشكلوا مجلس ادارة في كل محافظة هدفه دراسة مكامل القوة اللي موجودة في كل محافظة وايضا فرص الاستثمار والتعامل بشكل جماعي فكرة انها مش هتغل بنظام القطاعي فكرة ان الفلاح لو هنجي نطبق على فكرة الفلاحين الفلاح اللي بيبيع زرعاته لوحده ما بياخدش سعر زي النهاردة الزرع الجماعية اي حد النهاردة الجملة غير القطاعي فلو انت النهاردة المحافظة بتتحرج بشكل جماعي عندي هنا ده متخصص في الكليم ده في الصناعات الزجاج ده النهاردة في الحلاء ده في الفضيات ده كل واحد النهاردة عنده حاجة تخيل كده مجلس كامل موجود في المحافظة بيتحرك وبيبدأ النهاردة بيشتغل ده ترسنا اللي العالم كله النهاردة عجبه المعرض وبينستناه ان هو يبقى موجود فكرة ترسنا لما تتوطن في المحافظات المختلفة بيبقى عندي معارض موجودة داخل المحافظات انا بنقل كمان فكرة السياحة وفكرة الاستثمار والتجارة من المركزية للمركزية الناس كلها فرحانة بمهرجان المنجف اسمه عليها عجبهم الفكرة فده النهاردة نقطة ممكن تتطبق في المحافظات تانية بنقاط مختلفة اتجاه الدولة المصرية ليه فك الارتباط بالعاصمة القديمة اللي هي القاهرة والاهتمام بين مناطق الأخرى الموجودة على مستوى محافظات مصر مصر 28 محافظة مش محافظة واحدة لما الناس كلها دلوقتي مركزة على العالمين ومهرجان العالم عالمين واللي بيحصل دلوقتي واللي واخد جزء كبير واللي أسكت وأخرس كتير اللي قالوا نفي دول جنبينة سحبت البصات ولن يقوم للسياحة المصرية او النهاردة الفند المصري قومة اخرى خفيف خفيف كده يعني بس يلازم يعني نعدي على الحد تانية ربنا ايه ربنا ايه عندنا النهاردة حد تانية اوهما في فكرة انك تبدأ تركز اسمه عليها النهاردة فيها مهرجان اسمه عليها موجود نحن كمان انك تبدأ تشتغل كمان في النقاط المختلفة مهرجان التمور في سيوة فلما انت تبدأ تركز على هذين النقاط هيفرق كتير قوي احنا هدفنا ما نخليش النهاردة لست ولا رجل يستنى ان هو المعاشي اللي هيجيله اللي بيقول النوابه بيكفهوش لا احنا مش عاني يديه النهاردة معاشي الاستدامة في تطوير الحقوق الاقتصادية والتوجه نحو التمكيل الاقتصادي ده الاهم ده اللي احنا بنشتغل عليها عشان كده كل الدولة النهاردة بتتحرك في هذا الملف ما اعتقدش بعد دعوت السيد الرئيس النهاردة حد تاني ممكن يقول لك لا استنى طب انشوف النهاردة اسلاح مابيه مش موجود عشان يمضي وعالي بيه اعتقد الموضوع مدام عففة اللي في الدور التالت مش هتبقى موجودة شوية في الملف ده احنا نتكلم النهاردة في تحركات هتسهم فيه ان المواطن المصري في اقصى جنوب السعيد يقدر يكون مساهم رئيسي في حمل التمكيل الاقتصادي في ظل الازمة الاقتصادية الحالية اللي ما عندناش فيها رفاهة لانتظار ان احنا نبني مصانع ونستنى دورة رأس المال بشكل كبير انت محتاج تدي معالجة سريعة للمريض قبل ما يستنى الجراحة اللي ممكن لو انتظرها للأسف يفقد حياته تابلنا يا ستورة تابلنا حقيقي وبشكرك جدا يا دكتور كل الشكر للدكتور محمد نمدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري وعضو التحالف الواطن العامل الاهلي التنموي ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي كل انسان المسألة مش بس في التايتلز دي المسألة كمان في المخ والدماغ وفي التوجه والروح المصرية الوثابة هو الجملة دلوقتي بتسعمائة مليار جنيه ايه هي مش هقول لك اتدور عليها في الفيديو لما ينزل على يوتيوب خلصت الحلقة الحد كده ولو كلنا العمر نقابلكم بكرا ان شاء الله وبرنامجكم التاسعة سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة